بسم الله الرحمن الرحيم والندم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قابا حسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما وآى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زهر البصر وما قضى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أقرأيكم اللات والعزى ومن آجة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلى أسماء ومن سميتموها أنتم سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلقان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شقارتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا في الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنتم في بطول أمهاتكم فلا تزقوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى ظليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم له نبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا كنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادم الأولى وثمود فما أبطى وقوما محن من قبل إنهم كأنهم أظلم وأطغى والمؤتفك تأهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسكدوا لله واعبدوا